مشهد إعلامي جديد؟ بوتفليقة سعيد جديد؟ أم ماذا؟ لا أعتقد كل هذا هو محاولة بيع الوهم هم يريدوننا أن نتحدث بهذه اللغة. أن نقول بأن ربما هناك عهد جديد. هناك لغة جديدة. هناك شيء ما يتحرك. لكن في النهاية كل هذا هو المصادرة على الموضوع الرئيسي الذي لا يريدوننا أن نتحدث فيه. الموضوع الرئيسي هو يجب أن نطرح الأسئلة الحقيقية حول هذا المشهد. ما الذي حدث؟ بسرعة. هناك قناة تليفزيونية مثيرة للجدل. وعندها إشكاليات قانونية. مثلها قانوات أخرى في الجزائر. مرتبطة بمراكز صناعة القرار. تقوم ببرنامج كاميرا خفية. وينتهك حرمة بعض الناس. جابوا وزير صحة مرمدوها أيضا بقضية خائبة. وجاء أيضا نحكي لأبو ظياف في حلقة سابقة. ثم جاء الروائي رشيد بوجدرة. برنامج ساخر في النهاية. يجب أن يتبادل الضيف. ثم يوافق هو أو لا يوافق على بث البرنامج. هذه قواعد اللعبة في هذا البرنامج. حتى نحكي كل شيء على فين يصابه. الكاميرا الخفية ليست برنامج عادي. هي برنامج هزلي. قد يتضرر صاحبه. وقد يقرر أن لا تنشر. وكل من قواعد اللعبة في الكاميرا الخفية. أنه بعد انتهاء البرنامج. يسألك المنشط والإدارة. هل ترضى بأن نبث هذا الشريط. وأنت من حقق القانوني أن تقول لن تبث هذا الشريط. هذا لم يفعله رشيد بوجدرة. هل نريد فقط أن نبسط الأمور حتى يفهم المواطن عن من نتحدث. وعن ماذا نتحدث. طبعا نزعج رشيد بوجدرة. لأن الموضوع كان موضوع مثار أيضا من قبل في قناة أخرى. هي قناة الشروق. حول قضية العقيدة. عقيدة بوجدرة. وهذا هو الذي ربما لم يصف فيه أصحاب البرنامج. عموما هو تعثر بهذا الموضوع. لأنه نرى أننا أشعر وجدل حول برنامج الصحفية. المحاكمة. أين ركزوا على قضية العقيدة عنده. وهذا موضوع حساس في الجزائر. إذن تأتي هذه الأمور بهذا السياق. ويعاد طرح عند بوجدرة موضوع العقيدة. وشهد والمشاركة كذلك. وهو كل مثال. طبعا. يذهب يغضب لكن لا يوقف البرنامج. هو يقول بأنه حسب روايته أنه رفض بث البرنامج. وأنه سيقاضي القناة. وزعم حتى قال بأنه تم خطفه وتعامل معه كأنه جماعة إرهابية. هذا مخاله رشيد بوجدرة. إن كان البعض اعتبره كلاما مبالغا فيه. هذا كلام مبالغا فيه. أنا أعتقد أنه كان عندي لوعية أخرى. أنه لم يأمر أنه يوقف البرنامج. ليس هذا هو القضية. فقط تعطي الخلفية. إذن تصبح قضية رأي عام. لأنه مرتبطة بالعقيدة وبرشيد بوجدرة. ولأنه عنده انتباطات بقصة أخرى. فيتضامن معه مجموعة من المثقفين. وأندهش أنا بقائمة من الأسماء. من الزملاء والأصدقاء ومن من قضيت معهم سنوات. يعني أتحدث عن عشور فني وحميد العياش وآخرين. أتفاجأ ببيان يتحدث عن تجاوزات الإعلام وعن خطوط حمراء يمارسها إعلام لا يعرف ماذا يفعل. طبعا المحتوى كان جميل جدا. لأنه كان وكأنه مثل ما قالت حد حزام في مقالها اليوم ديكليك. حاجة لفطمة الناس أنه هذا الإعلام قد تماد إلى حدود لا يمكن أن نسقط عنها كمثقفين. مع أنه حدث في السابق في النهار في 2014. وكانت هناك حملت شيطان ونفس الأشخاص بعض الأشخاص الذين أدانوا ما حدث لبو جدر كانوا يشاركونا في النهار. طيب. أنا لجايك بالهداية حتى الناس تفهم التدرج. ثم يأتي البيان وقرأنا كل البيان. وطلبوا مني أنا شخصيا أن زملاء إعلاميين مثقفين تمضي معنا في البيان. رفضت أنا أن نمضي على هذه البيان. لكن الأسماء كل هي أسماء محترمة ومرموقة في الجزائر في الوسط الإعلامي والمثقف. فقلت أنا هذه الحادثة مشبوهة بالنسبة لي. لكن من حقهم أن يتظاهروا أمام وزارة الاتصال ووزارة سلطة السمعي البصري ومن حقهم أن يعقفوا هناك وأن ينددوا بما حدث لرشيد بو جدر من حقهم. لحد هذه الساعة هذا هو المشهد وهو مشهد يبقضوا طبيعيا في النهاية. لكن عندما توقف المشهد في هذه النقطة هنا أبدأ أنا أطرح في الأسئلة ويبدأ من حق كل الناس أن تطرح الأسئلة. أولا سأطرح الأسئلة على كل هؤلاء الذين ذهبوا إلى ذلك التجمع. منذ متى توقفت انتهاكات حقوق الإنسان؟ فيما يخص الإعلام فقط في الجزائر. منذ متى توقفت؟ لم تتوقف منذ نشهد الإعلام الأحادي حتى التعددي. ثم نحن نتحدث عن مشهد إعلامي ظهر منذ خمس سنوات ميسمة التعددية الإعلامية في الجزائر. سمعية البصرية. سمعية البصرية. نعم. منذ أن نشأ هذا السمع البصري في الجزائر. هل توقف عن انتهاك حرمة المواطنين الجزائرين مرة؟ في قناة الشروق أو في قناة النهار أو في قناة زير نيوز أو في نيو ميديا أو في قناة الهوغار أو الجزائرية كوارث حصلت. ما حدث في العهدى الرابعة هو عبارة عن تجاوز في حق الجزائرين. تم تسفيه الناس واتهامهم بالإرهاب بالتطرف الإسلامي. أنه جلبوا سلاح من ليبيا. أنا واحد منهم. أنهم متخابرين جمعة بركات. متخابرين مع الفرنسيس. مع المغرب. مع قطر. مع تركيا. ومع دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذه كل كتبة في عند النهار. في جرائد النهار. وفي قنوات النهار. ولم نجد ولا بيان من عند المثقفين. بالعكس. مثل ما قلت نتالك. كنت رح أن نشير لها. كان كثير من الإعلاميين ومن المثقفين ومن الموظلة السابقين يتسابقون ويروحوا للنهار حتى يشاركوا. وكان منهم حتى من هو كان مساند للعهدى الرابعة. وهم الآن منزعجون من قناة النهار. قناة النهار ارتكبت جرائم إعلامية في تدويخ وتلطيخ الرأي العام. الكذب على الرأي العام. لا. تقول أنها تعبر عن هذا والموجودة شعبية. هذا ما يريده الجزائرين. أنا أعطيك رأي. أنت تسأل ما تشاء. لكن أنا أعطيك رأي حول هذه القناة بالذات وقنوات أخرى. الطرف الآخر ليس موجود في النقاش. لكي لا نركز على القناة. نركز على المشهد الإعلامي بشكل عام. يعني دخول سعيد وتفلقة في المشهد. دخوله في الكاميرا المكشوفة وليس الخفية. سعيد وتفلقة هو الطرف الآخر من المشهد. دعنا نفسه الطرف الأول. على هذا المثقفين أريد أن أسألهم كلياتهم. عندي شرعية سؤال لهم. حكم الصداقة والزمالة وطور سنوات الهم الإعلامي هذا. لماذا لم يصر أي بيان يقول بأن السمع البصري في الجزائر غير قانوني. كيف تقبلون أنتم كنخبة أن يدوغكم الإعلام السمع البصري لمدة خمس سنوات وهو غير موجود على القانون. أنتم تعلمون هناك 43 قناة غير قانونية يا جمال. غير قانونية ماذا يعني؟ ليس لديها أي وجود قانوني. يعني ليس من حق أن تكون موجودة. لأن لما يسبوك أنت جمال الدين طالب الصحفي المعروف الجزائري لما تسبق قناة سينويديا نيوز أو أجواء أو الفجر هادي أو من عرفها شئية أو النهار أو الشروق أو الأخر ما تقدرش تقاضيها لأنه ما كانها ليس في الجزائر النهار في بريطانيا الشروق في البحرين أو الأردن نيويديا نيوز في سويسرا واتنين قنوة الجزائرية والهوغار أعتقد هنا في بريطانيا ما أريد أن نوصل للفكرة أن هذه النخبة لم تتحرك كانت جرائم ارتكفة في خمس سنوات أنت كيف تقبل أن تكون ضيف في قناة وانت كمثقف محترم وانت تعرف القناة هذه هي من صناعة الأجهزة وما عندهاش كيان قانوني تعرف لهذا يسترقوا في الإشهار يسترقوا في الإشهار يديروا في دي كونترا بيدون على الإشهار تعرف مكتب في القانون السمع البصري أو قانون الإحلام في الجزائر مكتب القناة أجنبية لا يوظف أكثر من ستة إلى سبعة موظفين أنت تعرف كم موظفين تعال النهار وهي مكتب لقناة أجنبية النهار لديها ترخيص كمكتب لقناة أجنبية علي فضيل عنده ترخيص لقناة شروق لمكتب لقناة أجنبية وكذلك حداد حداد متعدع القانون هو لازم يتحكيش الكلام هذا وليس يفهم الأعمال يتعدع القانون ويخلق قناة اسمها جزائر نيوز يديروا مكتب يعيد صاحبه ويعطروا ترخيص يعطروا ترخيص كمكتب المكتب هو مكتب مرسلة لكن هو في الحقيقة قناة كاملة كاملة كان عقود إشهار كان توظيف كان الإزاسي نوز يخلصهم كل شيء كيف رأي يتم هذا يتم بشركة إنتاج منه تعاقد مع شركة إنتاج منه مع شركة إنتاج منه ويحاول يدوخوا القانون ويدوخوا القضاء هذا هو في الشكل هذا هو في الشكل فأنا من حق هؤلاء المثقفين أن يعقفوا لكن من حق سألهم أن هناك كثير من المواقع لم نركم يا جماعة سأتي إليك قنوات بحسب سعد أبو عقبة وأنت لديك معلومات يعني من المصادر من داخل السلطة طلب منها الظهور في أسرع وقت فقط لمواجهة المغاربي كما ترى أنا سأكون أكثر ربما أقل تحفظا اليوم يعني في هذه القضية حتى أذكر الأسماء أنا سألت علي فوضيل لأنني لا أريد أن نذكر لكن علي فوضيل عنده أكثر شجاعة وربما أكثر صدق من أي مدير من هذه القنوات أنا سألته سؤال مباشر ولم ينكر ذلك استقبالي استقبال جيد تغذيت أنه وسألته في وجوك قلت له قالوا لكم زربوا خرجوا خرجتنا هذا البعض ولم ينكر ذلك لكن واحد مثل أنيس رحماني لا يقدر شي جوابك لأننا نعرف أنيس رحماني أيضا لماذا نقول لك أنا عندي شرعية الحديث عن أنيس رحماني مثل ما سعد بوعقبة استاذنا كل يقدر عنده شرعية الحديث عن أنيس رحماني أنيس رحماني نعرفه نهارك كان في بداياته هو ليس موضوع نقاشنا هو موضوع نقاشنا يا جمال هو ليس شخصنا لا لا نقع في نفسه نحن منش في شخصنا هو يقول أنه هو بتصريحه يقول عبدو سمار أنا أرد علي أنا أرد طبع ديني فرصة على الأقل لا علاقة له بسعيد بطريق يا أخي خليني نقول كيف لا علاقة له فضل هذا هو جوهر جوهر إيجابتي ما تقول لي أنه قال لا علاقة له أنا أقول لك كيف هو هذا السيد هل تعرف هل ممكن لأنيس رحماني أن يؤسس التلفزيون هل ممكن أن يكون عنده هذه المليارات ليؤسس بها التلفزيون أنا أقول لك لا هل تقول لي أنت وين تعرفه أنت السيد ما هون يجيب لك من الآخر أنا أعرفه نهار دخل الخبر ونهار بدأ في بداياته الصغيرة لما كنت نعلى رأس يومية اسمه العالم السياسي أعرفه جيدا هذا الرجل أعرف تطور تطوره المهني وكيف نعرف حتى علاقاته على مستوى المؤسسات الأمنية ومع من كان يتعامل وكيف نشأ هذا الشاب أنيس رحماني محمد مقدم وعارف أنه كيف كان ربما ككل إعلامي ربما يشوف فرص كما يقطع منها حتى يكون وموش ولد واحد غاني واحد من الناس النورمال أنا نعرف أيضا كيف كان يدافع لابن فليس كيف كان يطعن في بوتفليقة لأنه كان يعتقد أنه ربما جمعة العماري وجمعة ابن فليس سيديه الرئاسة فهمت أني كنت مدير تحرير في مصد خليفة وأنا كنت أتعامل معه لماذا عندي شرائط الحكم لأنه جاني هنا لبريطانيا يطلب في وثيقة واستقبلت أنا وعلي جانا اللي كان مدير رئيسي في الخليفة في 2004 شفتنا نحكيه على طريق قديم واستقبلنا هنا في منطقة كيلبر وما وفقناش أنا وخليفة أنه نعطيه والاعتماد لأنه كان هناك مشكلة مع سوريا أبو عمامة حول اعتماد مكتب خليفة في الجزائر نحن نعرف الناس ولذلك نقول لأننا شرائية الحديث عنهم أنا لا أطعن فيها أنا نحكيه لك فقط في من أنت تقول لي ما عندهش ارتباط هو يقول أنا في 2004 شفت ومنشح نحكيها لعشر سنوات لا أعرف ماذا فعل فيها عشر سنوات لكن نحكيه لك نسوطي لك عشر سنوات حتى نختصر لك الوقت ثم تحول إلى مساند لبوتفليقة هذا الرجل كان يطعن حتى في شرف بوتفليقة وفجأة تظهر قناة مغاربية في لندن هو أنشأ جريدة وجريدة يعني ما هياش هذهك القد يعني وما هياش ليجيب الأموال أنا كنت صاحب جريدة نعرف وشني هو مال الجريدة ونعرف باللي مختلف تماما رأس مال الجريدة عن رأس مال التلفزيون فهم يقول ما عنديش علاقة بالسعيد من أنشأ لك التلفزيون في 2012 كيف جيت لبريطانيا وعمرت مؤسف في بريطانيا موليزم تجاوب المشاهد الجزائري من أعطاك القوة لكي تسب الناس أنت واحد من يهضر معاك ولا واحد يشارعك في الجزائر وزراء سبهم هذا السيد وهذه الجريدة وهذا التلفزيون من أعطاك الحق تتهم أعراض الناس وتشوها أعراض الناس من أعطاك الحق أنك تتغول في 2004 وتلوي تحكي وكأنك أنت مرض اختار بريطانيا حاشة الفرق بين المؤسسين الإعلاميتين قناة النهار كانت ومازالت أسوأ جهاز بروباقاندا للنظام الجزائري أو لمؤسسة السلطة وسعيد بوتفليقة كان عنده يد مولة مثل ما كانت عندي المعلومة الأولى أنه التمويل جاي بتليفون عند السعيد أو من محيط السعيد أو من محيط الرئاسة هنا أنا لا يهمني الأشخاص هذا الشيء الذي نعرفه أنه علاقته هو بجماعة الرئاسة وعلاقته حتى بالكورونا الفوزي فهم وعلاقة الجماعة أيضا كانوا في الإعلام في الفترة ما بين 2005 2006 حتى 2015 علاقتهم بالكورونا الفوزي لأن كورونا الفوزي أنا أعرفه قبل ما يخلق مقدم هذا أنيس رحماني علاقتهم وعلاقتهم بالفساد المالي والفساد الإعلامي والذي يترم على الكنترا تعال الإشعار أنا أعرف يدسو تعال لدوسي هذا إذن لا يمكن أن يقول هذا المدير هذا المدير أنا مع الديش هو أنا الآن سأتفق مع الزميل ساعد بعقبة أنه فعلا نحن في لدرني فيراج وانا وياك كنا في سنتين قلت لك أنه نحن عنا عليهم الفونتاج لأنه كان العام البيولوجي أيضا يلعب ابو تفليقة لن يخلط أبدا يعني البيولوجيا تقول أنه سيموت سون يعني خلال شهر شهرين عام عامين مش رأي خلط في هذا الدنيا رجل مريش جدا وهارم يعني سيموت يعني بالطبيعة يعني لو واحد ملحد يجي يحسب بالطبيعة يقول هذا عنده عشر سنين خمس سنين ربع سنين على الأكثر الناس يعرفوا باللي رأهم في لودرني فيراج كان انتخابات رئاسية مصيرية فيه صراع فيه منافسة على رسم الخطة لبعد لأنه في النهاية في النهاية السعيد ابو تفليقة ما هوش غالي بالزاف ما هوش أغلى من العماري صدقني أو التوفيق أو التوفيق ما هوش غالي عندما تقرر العقل المدبر أو العقل المتحالف أنه يضعوه في مسبلة التاريخ صدقني ورح تقول والله تلقيت مع سليم صرف في هذا الوقت وقال لي الكلمة ستجد أن يصرح ماني وقناة النهار حاشة العمال التي فيها والشرفة حاشة الصحفيين والتقنيين لازم نشيروا لها أنا لا نحكي عن الزملاء والصغر أصلا أولادنا ربما يتعلموا الله يجيب لهم خير في مكان آخر أنا نحكي على أنيس رحماني والقيادات على النهار ستجد قيادات النهار في مسبلة التاريخ والسعيد بوتفليقة في مسبلة التاريخ ثم سألتني على السعيد بوتفليقة لأن المشهد كان في ديدوش موراد فهم لأن السمع البصري في ديدوش موراد فرحوا جمع من حقهم قلنا وين كنتوا أيام المخطوفين وين كنتوا ليش ما تضمنتوش كل هالكلام ما عليه لكن يجي شخص يقول لرشيد بوجد يقول له والله أنا نظامنا معك كمواطن أنت تتمسخر بنا هل أنت قاعد تتمسخر بالرأي العام الجزائري تنزل في سيارة فخمة بالقار ديكور ويقال جاء في سيارة عادية وبالعكس سيارة عادية ومش من تروس السيارة وطروس الصوحيط أنا رشيد بوجد هذا الذي تعرض لها لماذا يعطاه هذا الوقف وين كان سايد بوطفليقة هذا عند الأطبال وصرف فيهم بالكف وين كان من شأن نحكيك على الجيش من تقاعد الجيش من الأخرين هذا أستاذ جامعي كان في باب الزوار أين كان نهار كانوا الطالبة على الصيد لا كانت تدحس فيهم بالكف الشرطة وين كان سايد بوطفليقة ما غير حال عليهم هذو موش نخبة الأطباء وأخيرا جماعة المتقاعد الجيش اللي جاوي طلبوا في حقهم في وقفات احتجاجية هذو يسركل عليهم العاصمة فهمت هذه العاصمة تولي زرقة بل يسركل سايد بوطفليقة يقول والله أنا كمواطن يا رشيد بجزرة يجب أن نضام معك مين مين نرأو في أن هذه الخطوة هذه خطوة كذلك أنه في جنازة صحف في جزائري توفي كذلك خطوات إنسانية فقط ليس فيها حسابات حتى الذين يرأوا فيها حسابات رأوا ولم لا كنت تستمع ربما لرأي هشام عبود أمس يقول لم لا إذا كانت خطوة في اتجاه التغيير لم لا تترحيب أنا للزميلين العزيزين سواء ذكرت لي هشام عبود أو هابت عن ناشي أنا ضد هم يعرفوا موقفي أيضا أنا ضد تاع الموقفين هنا الموقف الأول أنه جاء كأستاذ جامعي وكذا هذه ستكون باناليزاسون مشهد خطير جدا سيد شرطة شرطة يتسلك فيها الشعب ضباط شرطة محوطين بيه لأنه مستشار رئيس ومدارة أمنية ومعين بإشكال سيباز أنهم أورديناير رنان ما نحكي على واحد مثقف نهار كان قبل ما يقول أخوه رئيس الجمهورية كان هو أستاذ في باب الزوار لو كان جاء في هذا الوقت بهذه الصفة كانوا يحرصوا فيها الناس لم يحرصوا خطير لم يعرفوه الناس يعرفوه بالله هذا وزير الخارجية السابقة على الجزائر لكن هنا يقول ليس له أجوب على أسئلة من يعرف سعيد متفليقة أخو سمو يقول أنه صاحب القرار هو الذي يحكم الجزائر أنصار ويقول هذا ليس صحيح هو واحد من الذين يتخذون القرار باسم الرئيس بوتفليقة أنا أتحمل سوية الكلام هذا الكلام أنا جبته من عند رؤساء حكومات السابقين رجالة تحمل سوية جبت من وزاراء سابقين وضباط سابقين تعاملوا مع سيد بوتفليقة أنا كنت أعطي لك هذه الكلمة عندي المصادر يحب يشارعني سعيد بوتفليقة أنا نذكر له نجي في المحكمة هذا رؤساء وزاراء نعم نحكي رؤساء وزاراء سابقين ووزراء سابقين وأيضا ضباط سابقين أقل واحد فيهم كولونيل في الأمن العسكري هذا رواه لحكايات يدني الاشراء نجيبهم كل وخلي يقول يقول بلي سعيد بوتفليقة واحد من رئيس الجمهورية بطريقة غير دستورية وغير قانونية نقطة رجع للصدر هذا هو الواقع يعيشوا الجزائريين يعفوا الجزائريين وعندما يكتب عمر بلهوشات ويسمح في الوطن أنه يكتب هذا الكلام ويتحدث عن السعيد بوتفليقة عمر بلهوشوت ليس رجل تافه أو رجل صحفي جديد صحفي صحفي الوطن في مضوع أخلاقية المهنة كانت من جوقة الصحف التي كانت تهاجم محيط زروال بنفس الأسليم الأخلاقية صراحة لا الاستهداف الوطن كانت أقل بكثير الحملة أقادتها أقادتها بأدمي الحملة أقادتها لماتا لا تريدين الوطن كانت أقل بكثير بكثير حتى كانت الوطن تاريخيا فيه فيه شواهد بالوثائق والأرشيف موجود لكن اللي كانت تكتب العناوين أنت يا زروال أحكم فوشيان اللي قال الكلمة هذه المعتام ميش الوطن يبقى أكثر جدية لما تلقى في الخبر وتلقى ناس زبدة في الجزائر يقول لك توفرت لدينا معلومات موثوقة متواترة عن سعيد أن هذا الرجل هو السلطان القصر أو واحد من سلاطين القصر أنا أستطيع نكذب هذه كل الناس منتبع الناس اللي يحب يدير لأسباب مختلفة لا نحب أنتهم الناس أما الآخر الذي يقول أنه هذه قيدة أيضا على سيف الإسلام القدافي يا عزيزي سيف الإسلام قالوا لماذا لا يجي سيف الإسلام يدير تصحيح لأبوه ثم قالوا هل جمان مبارك قالوا أيضا لبشار لماذا لا تفرض عليها أمر واقع لماذا لا تبقى إسرائيل محتلة في فلسطين ودير شوية ديمقراطية في فلسطين لماذا لا يبقى لماذا إذن لو انتبع تخلق المرض عند هذه الشعوب يخلي واحد في كرزي ويحكي من 20 سنة وماذا قلقك أنت الباناليزاسي تقول وعلي هندير ثورة على المستعمر على منكوش من الاندماجيين اللي كانوا يتعاون مع فرنسا لماذا لماذا لا تقول ولا هذو لم يكن ناس جزائرين كانوا أحرار وكانوا بهم لكن كان عندهم طرح قالك يا أخي لاندير ثورة مع فرنسا علىها ما نكون جزء من فرنسا طرح محترم سيدي وعلىها لماذا لا إذن بهذا المنطق علىها تسيبوا في الحركة نكون حركي هنا ونخدم مع فرنسا في اللفظ الأخر هذا هو التبرير عن الناس لم يكن مشروع ولم يكن خطة مستقبلية ستاك هو بلوكي في قولك ما هي الخطة الآن الخطة الوقت هل هناك خطة مستقبلية هل بدأ الترتيب لـ 2019 متما يقول بعقبة بالإعلام بخارج تسعيد متفق ترتيبات الحملة الانتخابية تشريعية كيف تمت المنطق كيف كانت تحكي كانت تقول تعطينا إشارات إشارات أول ونحن يرتبوا في الأمور يحوسوا على انتخابات تجري بهذا السياق ويمروا لها في الجزائر الاستحقاقات هذه يجب أن تحترم من 1992 يجب أن نريق ورواحنا للديمقراطية يجب أن تبشي بهذا الشكل لا نمضي الصوت للشعب كما 91 لكن نديرها مصنص لكن التشريعية في وقتها والرئاسيات في وقتها وفي الجزائر المؤسسة الوحيدة التي تعين الرؤساء هي للمان ولا الخارج ولا فرنسا ولا أمريكا كانت مؤسسة وحدة تعين الرئيس لحد الآن وحتى يثبت العكس هي مؤسسة الرئاسة وهنا أنا أقول لك من تجربة ومن علومات مؤسسة العسكرية لما كنت صجي للمسا ولم كان حلول لم توافق الناس بأي عينهم واحد والرئاسة التي تقرر راشد بنية الجنرال السابق في تصريح اللوبوان يقول قائد بحرية السابق يقول أنه مع الوضع الصحي لبوتفليقة ماذا لو فرد طوري حاسم القيد سالح قائد اركان الجيش كخليفة لبوتفليقة راشد بنية يجيب يقول هذا أمر مرجح ويقول أن الأمر مرجح ولكن هو يتمنى أن تتعلم الجزيرة الدروس وأن تعطي الكلمة للشعب نعطي نعطي نوت الفيرس يوم الطريحة اسم القيد صالح لكن القيد صالح عنده مشكلة مع ضباط سامين داخل المؤسس العسكرية وهنا نرجعك أيضا لكلام بنحديد وانا الكلام هذا ثاني أيضا ليس نجيب فيه من رأسي هذا كلام سمعته من زملائه يعني جنرالات اثنين منهم لأثاره لهذا الإشكالية أنه ليس هو لأنه ليس يقدر هو رمكة ربما يلقى معارضة من داخل المؤسس العسكري هناك بعض الضباط منتاجه يعني ليس جيله هو عندهم معه حسابات لا يمكن أن يكون رئيس الجمهورية هذا ما هو قايد ركال الجيش ليس الدارش الجيش الجزيري واحترام التراتبية والقرارات ليس رئيس الجمهورية يقدر يكون وزير الدفاع ليس رئيس الجمهورية هناك تقاليد كل الدارسين للعلاقات للعلوم السياسية والدارسين لتدرج اللي كان في الجزائر يعرف أنه لما توقع المشكلة المؤسس العسكري اتخذ القرار هنا نوافق سعد بعقبة وريد فقط أن نرجع لنقطة قبل أن تختم نقطة قضية الإعلام لازم من أنت يا سيدي حتى تهبط حتى الناس يديرون مواطن جزائري روح اسكن في بجراح مال هل يجب أن يسكن في بجراح ليس بجراح روح اسكن كيف يسكن الجزائري روح تخدم نورمال لا يكون لديك القرار ديكور لا يكون يتصل بالوزراء مواطن جزائري روح تصل بسلال أعطي أوامر مستشار إذا صدق ما يروى عليه فهو متعد على الدستور وعلى القانون إذا صدق ما يروى عليه بالمناسبة ما يروى عليه أنه صاحب القرار أنه هو الذي كان وراء إذاعة رب تزاير جنرال توفيق أنه له القدرة لإذاعة حتى أكبر الضباط وتغيير ما يريد أليس ما يروى عنه عن السعيد متفليق أنه هو صاحب القرار في الجزائري فكيف يقال أنه ما زالت المعادلة نفسها الجيش هو الذي له القرار كما تقول أنت أبو عقل أنا أقول لك خلال الممارسة الرئيس موجود سيمارس صراحياته أنا نحكي لك عقلية يمشي بها الضباط على الجيش عقلية يخدم في خدمته يمشي في الأمور يمشي إذا حصلت مشكلة الكبيرة سيتدخل مؤسسة الجيش وما يمكن أن نفسر لك أكثر من ذلك نرجع لقضية الإعلام سعيد بوتفليقة شكله غير طبيعي وظيفته غير طبيعية الناس كنت تحكي فيها عند عشر سنين مستشار رئيس يتخذ قرارات ويتصل بالوزراء ويتصل بالضباط على الجيش أمر غير طبيعي يقول له من السابق عليه أن يثبت أنه هذا العكس عليه أن يقول بالشي أنه لا معلوماته خاطئة يخرجوا للرأي العام الرأي العام جزيف القهاوي يعرفوا بالليل سعيد بوتفليقة في الرئاسة يخدم في بلاس تخوه هذا هو واش قال الجرائد واش قلنا واش قاله كل الناس هل هناك من يثبت العكس عليهم هم المسؤوليين هل بخروجه ضد قناة النهار عملي هل يعطي هذا الانطباع تغير بالنسبة لي هي مسخرة وضحك على رأي العام لأن هذا سعيد بوتفليقة الذي نذكر به هذا القناة كانت باسمه تسف في الناس وترهق في الناس وبهن فهمه هو يعرف أنه القرار الذي تمدل القناة النهار والشروق والهقار والجزائرية وقناة وعدها وقنا نسيدها خمس قنوات لإعطالهم الأوامر حتى يحاصروا المغاربية في 2012 جاء من الرئاسة ومن الديارس تليفونات لازم نزرب ونخلقوا هذه لازم نزهاش على الحكاية هذا السعيد في ظل لخرج هذه الرداء وفي ظل يستمر الإعلام يخدم بطريقة غير قانونية وفي ظل نستحقرت ونستشوها تصمع انتاح فهمت ماذا الذي يقول أنه ربما صحوة ضمير وتغيير في الأوضاع والفتاح كما يقول هشاب عبود مرة أخرى الترحب به بإيجابية لماذا لا يجب طي الصفحة نطويها أنه يحاسب أمام الرأي العام نحب أن بروكيرو دلاري بيبليك لما يسمع بعقبة وشقال أو سليم وشقال أو حدة وشقالة أو وشقالة من قبل في الأحدى الرابعة لأن القانون 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 للعدالة بروكيرو دلاري بيبليك إذا كان يسمع بللي كاينة سرقة ولا كذا الصوتوس يزي أنا نقول بللي كاينة تهمة تعدي على الدستور يقوم بها سعيد بوتفليقة أي أرواح حقق معاني أسير بروكيرو جنيرال ويهبط سعيد بوتفليقة سيسامبل يا طيب لكن الرأي الأخ الذي يقول بأنه هناك إرادة كذلك لمسح الموس كل شي في سعيد بوتفليقة وأنه هذا النظام في النهاية ربما أنه سعيد بوتفليقة لا يريد أن يمسح فيه الموس كله كنت سألت أنه جميل كل مشاكل جزير سعيد بوتفليقة أين هؤلاء هذه الشخصيات التي كنت شر إليها الوزراء الذين ينتقدون سعيد بوتفليقة الآن لماذا لم يرفعوا أصواتهم لما كانوا في السلطة كنت سألت رئيس الحكومة بن بيتور سؤال بنفس كنت في بيتو سألت وقتلوا في الحقيقة أعلان مسح الموس كل في بوتفليقة وهو بوتفليقة وكذا كنا كنا دوائر خفية يتحرك في الأمور وكذا وكنا وكنا الناس في حملت المسؤولية وكذا الله العظيم نعطيلك رنع المباشر ممكن هو يسمعنا الآن قال لي لا تحمني أنا مسؤولية نبحث أنا في الغياه أنا اللي عندي دستورية رئيس الجمهورية هو اسمه عبد العزيز بوتفليقة هو الذي يحاسب مدام هو غايب عن الأنظار ويقول بأنه السعيد بوتفليقة هو في مكانه أنا لا تعبني أنا أنا حتى كمواطن تعبني رئيس الجمهورية الدستوري الذي يعاقب في حالة الخيانة في حالة كذا هو هذا العزيز بوتفليقة إذا ما هو قالوا كان واحد في بلاسته شكوون هو اللي يتحكي لي جرائد جمال الدين طالب هل يذكروا اسمك أنت لماذا لا تذكروا سلال لماذا لا تذكروا توفيق لماذا لا تذكروا مش عارف هما ذكروا سعيد بوتفليقة لا هما ذكروا أنه سعيد بوتفليقة بالعكس والرئاسة وضعوا حشا وضعوا حدا لدولة الموازية هي التي كانت تؤثر وهي دولة نعم وكتسألتني يا سوار وقلت لك أن تغير موضع الصوت لا ينفي أن الضرب موج موجود وأتذكر أو تذكر ذلك لكن لا أنسى شيء أنه قناة النهار والقنوات التي سفهت الناس قنوات العار هذه اللي رأي في وضعية غير قانونية تتعدى عن الناس هذه يجب أن العدالة تتحرك ولازم أن تضبط فهمت هذا لأن سلطة الضبط العدالة حتى العدالة يجب أن تتحرك لأنه هناك تهديدات للناس لا تنسى بأن يهدوا عندنا ملفات أنه راحوا رجال الأعمال يهدوهم مثلا كان بروم وراء يدور في النهار كان يدور في النهار يهدد في قناة المغاربية مثلا عنده زعمة 6 شهر وراء عندنا ملفات 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 على قناة المغاربية ونرى نشوف ناس تشهر عمري لم يشفت إشهار على برنامج يقع تشهر نحن رأينا متوقعين نشوفوا هذا الربورتاج متاحه في قناة النهار كيف الأخلاق قناة تنحط لدرجة أن تعمل زعمة الربورتاج على قناة أخرى شوفتوا رانا نحكيه لهذهك أن هذه المهزلة يجب أن تتوقف ومن يوقفها يوقفها رجال رجال شكون رجال تعلم هنا هذا وزير الإعلام رئيس الحكومة وأيضا القاضي والبروكورير أنه كيف لدينا خمسين قناة يعني فيه جرائم في حق المواطن الرأي العام في جرائم حق الصحافيين والتقنيين العقود متاحهم الإشهار الضلمت على سيروس كل شي لذلك لازم هذه الماكينة تتحرك وإلا رح نبقى ونظروا في بورك وابا خالي نخليهم